كابتن سامي قمصان عمل جلسة مع أكرم توفيق بعد مباراة بيتروجيت الودية النهاردة المباراة اللي كسبها النهاردة الأهلي بخمس أهداف شارك فيها شدي حسين وسجل هدف شارك فيها كهربا في الشوت التاني شارك فيها أكرم توفيق في الشوت التاني بأكمله كابتن سامي قمصان حذر شدي حسين بالمنازل سجل هدف من الأهداف الجميلة صحيح المباراة ما كانتش مزاعة بس كيل انه الهدف كان هدف جميل حلو انه يبدأ اول مباراة مع النادي الاهلي بهدف حسام حسن كمان سجل ورامي ربيعة سجل من ضربة جزاء خلاص بقى متخصص رامي ربيعة في ضربات الجزاء احمد عبدالقادر كمان سجل وعمر السلية العائد من راحة سلبية سجل هدف وشادي حسين اختتم اهداف هذه المباراة الكلام كان بين الكابتن سامي قمصان واكرم توفيق لما شافوا لعب الشوت التاني قالوا اهدى اهدى داخل بمنتهى القوة ومنتهى الحماس كعادة اكرم توفيق تلسى راجع من اصابة في الرباط الصليبي الامور بالنسبة لك ممكن لقد الله يحصل فيها اي مضعفات او اي انتكاسات فبالراحة خش المباراة تدريجيا وبشكل هادي بس طبيعة اكرم توفيق اللي افتقدها النادي الاهلي الموسم الماضي بشكل واضح الروح والحماس اللي بيعب بهم اكرم توفيق دي طبيعة بشرية دي حاجة انت ما تقدرش تكنترول عليها من نسبة 100% ولكن في كل الاحوال لازم اللعب يحافظ على نفسه ويركز في هذا الامر نادي الاهلي ابدأ اهتمام بلاعب مهم هم نتكلم عن عبدالله حافظ عبدالله حافظ لاعب صانع العاب بيلعب في الدورة البولندي والكلام على انه لاعب واعد جدا الاهلي بحسب مصدر في النادي قال لنا في رقم 10 ان عبدالله حافظ تم عرضه على النادي الاهلي في الايام الماضية لكن مسؤول النادي الاهلي ما رفضوش الصفقة بشكل باته لكن عايزين يشوفوا اكتر اللاعب ويتكلموا معاه ويشوفوا الوضع بالنسبة له ايه هل هو هيبقى مفيد للفريق ولا اه ده اللي هيحسمه الايام اللي جاية والنادي الاهلي بلغ وكيل اللاعب ان الرد النهاية على الصفقة هيكون خلال 24 ساعة في الزل وجود عروض داخلية اخرى للتعاقد مع عبدالله حافظ كان فيه كلام النهاردة عن فكرة اللاعبين اللي تحت السن هل ينفع اه اه اجانب يتحط في القائمة اللي تحت السن ولا اه لا خمس لعبين اللي تحت السن ولا اه لا وتحدي الكرة اصدر بيان بخصوص هذا الامر النهاردة وكان فيه كلام انه ينفع بعض الاندية تتعاقد مع زي ما نشوفين الكلام عن عبدالله حافظ اقول له كنت واتكلم معاكم عليه طيب نروح ليه لحج عامر حسين عدو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة الاتحاد الكرة المصري مش معانا على هاتف طيب خلص هيرجع لها تاني طيب هتقولنا يا جماعة اللي كان موجود على الفيديو اقول لها تاني اه اعبال ما الكابتن عامر اعبال ما الكابتن عامر يرجع لنا نقول للناس مين عبدالله حافظ مراشح لانتقال للنادي الاهلي هو لعب مصر من موليد 12 اغسطس 1998 عند 24 سنة بدأ في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الا انه لم يستمر سوى عام واحد فقط قبل ان يرحل الى ناشئين نادي امبي في 2009 استمر مع ناشئة امبي لمدة عشر سنوات حتى عام 2019 بدأ رحلة احترافه بنادي هاتنك ريكاو البولندي الناشط في الدرجة الثالثة عام 2020 استمر مع نادي هاتنك البولندي لمدة موسمين حتى 30 يونيو من عام 2022 خضى خلالهم 50 مباراة ظهر خلالهم بشكل ملفت للانظار خلال مشاركات عبدالله حافظ الخمسين مع فريقه هاتنك البولندي ساهم في 15 هدفا من خلال تسجيل 7 اهداف وصناعة 8 اهداف اخرى انتقل بعد تولقه في دورة درجة الثالثة البولندي الى فريق جونيو بلوكليسكي الناشط في الدرجة السناء عندها لسه بنشوفها الاول مرة معلش شارك مع فريقه الجديد في 25 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 6 اهداف وصنع هدف وحيد ابرز ما يميز عبدالله حافظ قدرته على شغل اكثر من مركز فيه السلس الهجومي بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي ازا ان مركزه الاصلي في الملعب هو صانع العاب رقم 10 لا يلعب عبدالله حافظ في مركز صانع العاب فقط بل انه ايضا يشارك في عدد من المباريات في مركز رأس الحربة الصريح بجانب اللعب على الجناحين الجناح الايمن والجناح الايصر في مسيرته مع الاندار البولندية لعب عبدالله حافظ في مركز صانع العاب 32 مباراة سجل فيهم 6 اهداف وصنع 6 اهداف اخرى ده كل شيء عن عبدالله حافظ لسا مكملين مع حضراتكم لعب في مركز رأس الحربة الصريح خلال 26 مباراة سجل فيهم 6 اهداف وصنع هدف وحيد بينما لعب على الجناحين في تمام مباراة فقط صنع فيهم هدف وحيد يعني الارقام ممكن تقول انه لعب ممكن يبقى بروميسنجا عايز انا الاندار المصريين والمنتخبات المصريين تشوف اللاعبين اللي موجودة في اوروبا في الاندار اللي مش كبير وان كان يعني وان كان انا حب ان اللعب يكمل في اوروبا وان كان يعني بس لعلا وعسى انت قالوا اعادته الدولة المصري تبقى خطوريه لنادي اكبر في اوروبا لعلا وعسى وان كان ده برضو ما بيحصلش بس يعني موسيقى